تحياتي للجميع نحن هلا بالحلقة السادسة من تعلم اللغة الفرنسية سلسلة نعم استطيع حلقة اليوم مهمة أو درسة اليوم مهمة لأنه بدنا نحكي في عن الجسم البشري أعضاء مهمة فيه وأحياء بعض الشكايات اللي ممكن إذا احتجنا لسمح الله لطبيب أو شي شو نعرف نحكي شو نقول أي الجسم البشري طبعا يعني جسم الإنسان بس هو الترجمة الحرفية تبع هلا الجسم البشري لا تت لا تت أي الرأس لكو لكو العنق ومن تبهين انه على المؤنث والمذكر الرأس في الفرنسية هو مؤنث أيما أما العنق الرقبة فهي مذكر نقول لكو لا تت يعني عندي ألم في الرأس أو عندي صدى إذا احتاج الواحد أنه يعبر عن ألم بالرأس بيقول يعني عندي حرارة إذا لا سمح الله هذا مريض وبدو يقول عندي ارتفاع بالحرارة أو عندي حمى بيقول جي دي لافيه جي دي لافيه جي دي لافيه يعني لفظ ما نوسهل بالنسبة لإلا إحنا السوريين الحقيقة هالحرف هذا أي 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 العين عين جمع العين العيون يعني أحيانا بشان تعرفوا أنه الاس بتندمج مع الاجريغ بتصير لزيو نيوة يعني اللفظ بدو تكرار الحقيقة أو ممارسة وشوية شوية بتجي الأمور إن شاء الله لن لن أي الأنف الأنف لابوش لابوش أي الفم لابوش 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 الأسنان لابوش الأسنان سن واحد هو إن دن أما الأسنان فهي لابوش 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 الذقن لابوش لابوش طبعا ليس الذقن ليس المقصود في اللحية اللحية هي هي طبعا مؤنس أيضا باللغة الفرنسية هي طبعا غير الممطون هو الذقن هي اللحية يعني كتف كتف طبعا لا على التعيين أما إذا بدنا نوصف أبل بعيني نقول لبل يعني مثلا ولحظوا أنه إيبول هو مؤنس في اللغة الفرنسية نقول إيبول إيبول أي الصدر أو صدر أي ذراع ذراع طبعا هو اللي بين الكتف والمرفق أفن برع أفن برع لحظوا أنه برع تتكرر بس الأفن هو أمام أنه بالفرنسي بيسموا الساعد أفن برع يعني هو ما أمام الذراع طبعا ما بعرف ليش اختاروا هالكلمة بس هيك بيسموها الذراع عنه برع الساعد هو أفن برع أي الرصق أو المعصم أي يد لحظوا أنه الآن تلفز بشكل خفيف جدا جدا يعني التكاد لا تلفز م كود أي مرفق خليني أرجع لموضوع المذكر والمؤنس كتف مؤنس صدر مذكر ذراع مذكر ساعد مذكر وني وني كنت رسغ مذكر اليد مؤنس اليد مؤنس أما المرفق فهو مذكر منقول أنكود منقول إنما أو لما لما يعني اليد وهي مؤنس منقول لكود أو منقول أنكود نتخيل أنه لا سمح الله واحد عم يجابطنه كيف بده يشكي شو بده يقول للطبيب يعني دوكتور جيمال مال 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 دوكتور جيمال يعني منذ متى الصيغة هي مستخدمة كتير يعني سافة يعني صر لي ثلاثة مثل ما نحن منقول بسوريا أو باللغة العربية أو باللغة العربية صر لي يعني أنه من ثلاثة أيام ألم متواصل في البطن طيب ممكن يسأل الطبيب هل سؤال مثلا هل عندكم حرارة طبعا مثلا نصيغة الاحترام اللي هي المجموع أنتم هل عندكم حرارة يعني هل عندكم اعتفاع حماء أو شي أو ممكن يكون سؤال تاني باعتفاع هل متعلق بالبطن يعني هل عندكم غثيان هل عندكم غثيان نوزي هيا الغثيان يعني مثل ما نقول نحن لعيات النفس لدو لدو أي الظهر الظهر يعني وكل أجزاء لباس لباس أي الحوض لكولون vertebral لكولون vertebral أي العمود الفقري لكولون أي العمود vertebral الفقري جي مال على هنش جي مال على هنش جي عندي مال ألم في الورك لأنه الورك هو مؤنث باللغة الفرنسية فمنقول لا هنش لاحظوا أنه هنش في اللغة الفرنسية نادرة ما تلفظ لا تلفظ يعني مت كأنه في فراغ وتلفظ مثل ها ما منقول هنش ما منقول هنش هنش شكرا للجميع للمتابعة بتمنى يعجبكم هالدرس طبعا الكلمات هاي لازم لازم تنحفز بالتكرار ان شاء الله بتنحفز بالممارسة وبدي يعني يقلكن على شغلة كتير مهمة لا تترددوا بالكلام ولو اخطأتوا ولو حدا ضحك عليكم ولو اشي اللي بتردد انه يتكلم باللغة اللي ما بيعرف ها بيطول كتير لا يتعلم بينكم وبين بعض بالبيت برات البيت دائما يتكلموا ويكون عندكم جرأة في الكلام لانه هيك بتتجاوز وحاجز لاحظتها مخلي بنتي تحكي لانه طبعا هي ما عند اللكنة اللي انا عندي اياها رحم انه صار لي اكثر من 20 سنة بفرنسا بنتي والداني هون عمره عشرين بتحكي احسن مني لانه بتحكي مثل الفرنسيين نحن لو صار عمره الواحد ستين سنة هون عاش هون ستين سنة بيضل في عنده لكنة وهذا الشي ما معيب ابدا يعني والفرنسيين ما بيزعجوا من الشخص اللي عنده بيقولوا اكسون اكسون يعني لكنة غريبة بالتوفيق ابيانتو